أهلا بكم من جديد وصلنا لفقرة نظمية واباك العادة خلونا نروح على طول على نادي الزمالك ناقود من هناك لايف مع زملتنا المتقلقة نادين تيسير من قلب نادية عشان نعرف منها الجديد يا نادين نهارك أبيض أهلا بك برحب بيكي زملتي العزيزة إنجي يحيا صباح الخير عليكي وعلى كل مشاهدي ومتابعي قناة الزمالك في كل مكان من نادي الزمالك وجولة رياضية جديدة من جولتنا الصباحية وطبعا عايزين نطوي صفحة الأمس تماما ونبتدي نركز على اللي جاي من المقابلات والمواجهات طبعا كلنا ثقة في أداء فريقنا إن شاء الله في كمان المواجهة المقبلة إنه يقدر يفوز بالثلاث نقاط اللي طبعا في غاية الأهمية إلى نادي الزمالك معينا النهاردة كابتن خالد مصطفى المدارب المدير الفني لفريق التجهيزي داخل نادي الزمالك براحب بيك يا كابتن خالد صباح الخير في النهارة جقابية أهلا بيكي وقناة نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك كله في البداية كابتن عايز أعرف منك رؤيتك الفنية لمواجهة الأمس وطبعا الخسارة برقلات الجزاء أمام بيرميدز في نصف نهائي كاس مصر طبعا أنا عايز واحدك في الأول إن ضربات الجزاء دي طبعا شيء يعني زي ما بنقول فيه لك كتير إن كان بعضه كان فيه عدم تركيز وبعا يعني استهتار شوية في أداء الضربات لكن طبعا زي ما قلت حياتك في بداية البرنامج هنتو الصفحة لإن الأداء مبارح ما كانش يعني على الوجه المطلوب وفي ناس كتير جدا كانت برا الفورما بتاعتها وبالأخص يزيزو إمام عشور اللي نادي الزمالك بيعتبروا من أهم المفاتيح عنده هم ما كانوا شو مبارح في حالتهم الكويسة فربنا يسه إن شاء الله في اللي جاي بإذن الله طبعا ننسى اللي فاته لازم نركز المبارح اللي جاية لإنها بستة بونت وطبعا مهمة جدا جدا لنادي الزمالك لما كده خلاص فقدنا الكاس لازم نركز في الدورة عشان هو ده الأمل اللي بقي عندنا إن شاء الله السنة يعني يا كابتن شايفي هي أهم الأسباب اللي قدت للخسارة في مبارات الأمس والله يا زياني وقت حالك إن في ناس كتخارج الجيم طبعا برضو يعني للأسف الهدف ما تتجي بهدف أول مباراة وفرقة أصواحد وإحنا نعتمد على إن إحنا زيادة ويبدأ يحصل تكاسل من بعض اللاعبين وقعدين حتى حالتك لو شفت الجون التعادل يعني حاجة صعبة جدا إن الدفينس يقف يخلي باص بالعرض يقف رمضان صبحي يستلم الكورة ويلف ويشوت وكل ما حادش بيضغط عليه طبعا ما ينفعش الدفين سنة زمالك يكون بالطريقة دي دي من سنة زمالك مفروض ما يسبش أي لعب داخل منطقة الجزاء في منطقة خطرة زي كده بدون ما يكون ضغط عليه دي كشفت الهدف جاي برضو نقول في شيء من الاستغطار أو إن أنا أعتمد على زميل وده ما ينفعش في الكورة كده نازم هناك في المنطقة دي بالزاد رجل لرجل وبلعب بضغط بقوة علشان ما يجيش هدف صراحة سهل إزاي كده حتى اللي مكمل في الكورة آآ وريد الكارتي محدش متابعه محدش معاه خالص يعني صراحة الجون فيه أخطائك متعددة لخطة دفينس تعاني زمالك وطبعا دي كابتن فيرار أكيد حيعليجها يعني آآ أكيد طيب يا كابتن كمان عايز أعرف منك كيفية الاستعداد للمواجهة المقبلة طبعا يوم السابت أمام نادي الأهلي عايز أعرف منك كيفية الاستعداد وإزاي أن تفايد الأخطاء اللي طبعا حصلت في المبارات الأمس بص صحياتك طبعا هنا الاستعداد للشقين الشق الأولاني مع المدرب وعارف أخطاءه كويس في المدرب اللعيبة اللي عملتها وحيقدر يعليجها إن شاء الله الجزء التاني والأهم هو النفسي وأنا إن شاء الله بركز في الحتة دي على دور كابتن سمعلي يوسف لأنه هو إضافة كبيرة لجهاز الفني الزمالك وراجل عنده خبرات كبيرة تدريبية إذا كان لعب أو مدرب فيقدر يطلعهم من الحالة النفسية اللي هم فيها بسرعة لأنه راجل عدت عليه الخبرات دي كتير تقررت المواقف دي بالنسباله إذا كان كسب أو خسر فطبعا هو إن شاء الله دوره حيكون مهم جدا مع الجهاز الفني إن الدور حيبقى نفسي أكتر منه فني في الفترة اللي جاي طيب كابتن حدوتك تكلمت في نقطة مهمة أوي وهي النفسي عايزي أعرف لو حضركة تدي رسالة للفريق طبعا في الفترة الحالية دي عايزي أعرف الرسالة دي هتكون إيه وإزاي طبعا نقدر نساعدهم نفسيا وبدنيا طبعا إحنا عندنا كمان مواجهات كتير متتالية عايزي أعرف منك إزاي ده يحصل يعني عايزي أعرف هذيك الدور الفني مش هنقدر نتكلم فيه لإني ده بروفسير يعني ما هواش راجل في التدريب بيبدأ ولا حاجة هنتكلم عن الدور البدني والفني كله حنسيبه المسترفيرا لكن الدور النفسي هو اللي مهم بفترة دي أولا الفرق بين المباراة والتانية ما هواش كبير يعني للسعادة للنفسي لابد أن يكون موجود نمرة أثنين اللعيب نفسه لازم يركز يا لازم يركز يعني شفت عادة كسات المسشر الغرامة اللي عاملها أمين فقاش لعيب كرة عنده مباراتين هممتين زي دول أقوى فيرتين بيلعبوك في أو أقوى منفسين لك في الدور العام وفي كاس مصر وإنت تكون خارج الجيم خالص لا كل اللعبة لازم تركز وحتى لما المدرب بيديك تعليمات فنية لعيب الكرة الكويس عنده تعليمات من جوا نفسه وعايز يعملها عايز يكون أحسن لعيب في المباراة عايز يأدي كويس عايز يركز في دوره عايز يأس دور الهجومي دور الدفاعي لازم نحاجات دي كلها العيب يكون متأهل لها من جواه نركز وننسى خالص مبارات بيرامدز نركز كويس علامات المدرب نركز قوي في المباراة بلاش يعني الأسبوع ده ماش بقاش في خروجات تركيز كله في المباراة ودورك لأنك بتقابل منافس والماتش دوت بستة بنت نينفعش أبدا أنزي المباراة دي إلا ممتركيزي كله في التلات أربعة أيام دول في إزاي إن شاء الله أكسب المباراة القادمة طيب يا كابتن لو اتكلمنا على النقطة البدنية يعني خليني برضو عايز أعرف من حضرتك إزاي نقدر يعني الفريق إزاي يستعد بدنيا للفترة المقبلة لكلها مباراة متتالية يعني أنا كمدرب كورة ما حسيتش إن زمالك بدنيا قليل اللي فيه فرق من نكون بدنيا قليل ومن نكون متكاسل فرق شاسع بين الاتنين لإني إنت لو حصي حضرتك رحستي في الشيط التالت والرابع بالعكس فريق بيرامدز هو اللي بدأ يهدى هو اللي بدأ مش عايزي حتى يطلع يهاجم لأنه خلاص هو بدنيا حسه أنه تعب أو عمل اللي هو عايزه لكن إحنا ما حسناش إن إحنا بدنيا مقصرين إحنا مقصرين في الأداء نفسه يعني أنا لما أكون لعيب كورة عندي طاقة وما بطلعها شيء دي المشكلة لازم أنا لعيب الكورة طلع طاقت الحاد آخر ديها في المباراة المطلوب مني أكسب ومن فرقة تانية نقصة المفروض أنت بالزيادة العددية اللي عندك ديها أنت تكون حتى لياقيا أنت أعلى فهو المطش المطش زمالك ما ظهرش عليه ضعف اليقى بدنيا ولكن ظهر عليه تكاسل بعض اللي عبين في المباراة طيب يا كابتن عايزة أعرف منك بردو دور كابتن الفريق كابتن شيكبالا وكابتن طبعا عبدالشافي مع الفريق دورهم مهم جدا جدا وأنا طبعا كابتن شيكبالا زي ما قلت لك نزوله حتى فرقة النادي الأهلي بتعمل حساب كبير جدا لشكبالا ما بينزل مباراة حتى لو طيل تساعة ونص ساعة اللي بينزهم الأخيرة بيغير رتم مباراة وحصل قبل كده في مطشين قبل كده وسجل هدفين في منطقة الروعة زائد النكابتن برضو عبدالشافي أنا حس إنه إنسان هادي وعائل ورازين ويقدر ينقل خبراته لزميله اللاعبين وراجل عيب دولي وراجل منتخب مصر وراجل لعب محترف قبل كده يقدر نقل خبراته لزميله إن ناس الناس تهدى وتأدي المباراة بهدى لعصبية حتعمل مشكلة حتنزل من المباراة متعصب حتبقى أنت بر الجيم لازم أنزل هادي وركز في دوري اللي قالولي للمدرب أنا من جواي عايز أعمل إيه في المباراة عايز أقدي لعليا ما تفقدش نقطة عرق واحدة في صالح إنك تاخد التلاتة بنت دي أهم حاجة عند اللاعب النواحي الفنية والبدنية والكلام زي المتحدة دي حتكون راجعة للمدرب تغييراته والحاجات دي كلها دي بتاعته هو اللي بيقرى المباراة في كل مباراة على حدة بيكون لها خصوصيات يعني كل مباراة خصوصيات عممكن المباراة جاية تلاقي لعبة جديدة في التشكيل هو لهدف معين منزلها وطبع حتك حتى لو كانوا هم قدامنا قدوا مسلا دورهم ما قدوش دورهم كويس في مباراة دية أول قابليها لكن حيكون لي نظرا اللي عنده ما فاتح لعبة في نادي الأهلي عنده نقطة ضعف نادي الأهلي حيلعب عليها فدي حتة بتاعته هو لكن المهم من حتة النفسية والتركيز والهدوء مهم جدا جدا في فراء اللي جاي أنا بشكرك جدا يا كابتن مصطفى لوجودك معنا النهاردة شكرا شكرا لك والنادي زمالك وربنا يكرمنا إن شاء الله نبارا جاي بإذن الله ونفوس شكرا زملتي العزيزة إنج يحيا ده كان لقاءنا النهاردة من داخل نادي زمالك مع كابتن خالد مصطفى لمدير الفني للفريق التجهيزي بنادي زمالك طبعا عايزين نقول كل التوفيق لفريق نادي زمالك إن شاء الله في المواجهة المقبلة أمام الأهلي يوم السبت وطبعا هذا كان كل ما لدي من داخل نادي زمالك الآن العودة لكي مرة أخرى في الأستواتي بشكرك شكرا جزيلا زملتي الجميلة لدينا تأثير كمان شكرا أكيد موصول لكابتن خالد مصطفى